على سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث سنوما حال تطبيقات شاملة على الوحدة الأخيرة من كتابنا كتاب البرهان تدريب الشامل الثالث صفحة 467 واحد يجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه على أخطائها أعرف كلمة نفسه ماذا يحاسب؟ يحاسب هو نفسه يبقى نفسه مفعول به ولهذا ضمير متصل مبنى في محنة جر المضاف إليه يبقى واحد خدنا رقم باء إن عليك الإخلاص في العمل تصل لهدفك أحدد إعراب كلمة الإخلاص طبعا إذا وضعنا مكان عليك إلزم يبقى يستقيم المعنى إلزم الإخلاص يبقى عليك اسم فعل أمر منقول مبني على الفتح والفعل ضمير مستطر تقدره أنت الإخلاص مفعول به منصوب علمة نصب الفتحة يبقى اتنين خدنا رقم جيم ثلاثة نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى أعرف كلمة كثيرة طبعا نعم الله نعم مبتدأ الله اسم جلالة مضاف إليه كثيرة خبر مرفوعة علامة رفعه الضمة يبقى إحنا بناخد رقم باء طبعا حدد مما يلي الجملة المجتملة على نعة جملة اسمية طبعا إذا أردت أن تبحث عن نعة جملة فعليك أن تبحث عن اسم نكرفين هي الجملة مفيدة ثم بعد الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية أعجبت برجل استقام المعنى تعلو أقلاقه جملة فعلية جملة فعلية في محل جر نعة أعجبت بالرجل أقلاقه عالية كده جملة اسمية محل نصب هنا طبعا حتكون حال علشان كلمة الرجل معرفة اسم نكرف بالرجل أخلاقه ده كده جملة اسمية نعة أعجبت بالرجل العالي الخلق طبعا العالي نعة مفرد يبقى أنا حناخد رقم جيم بأربعة خدنا رقم جيم أعجبت برجل أخلاقه عالية جملة أخلاقه عالية مبتدأ أو جملة اسمية في محل جر نعة خمسة أفادن الأستاذ نجة تحدد الصياغة الصحيحة عند وضع بدل مكان النقن طبعا أقول أفادن الأستاذ الناصح الناصح ده طبعا نعة ما نفعش بدل أفادن الأستاذ ناصحا ناصحا تمييز ملحوظ منصوب علمة نصب الفتحة أفادن الأستاذ بنصحه ده طبعا جره مجرور يبقى أفادن الأستاذ نصحه طبعا هنا هتكون بدل اجتمال الضمة يبقى خمسة خدنا رقم جيم ستة يستكشف الإنسان كل مجهول عبر عن معنى الجملة المستخدمة على أسلوب التعجب طبعا يستكشف ده فعل غير سلاسي يبقى أنا أقول نجيب فعل مساعد مستوفي للشروط زائد مصدر الفعل المراد وضع فيه أسلوب تعجب يبقى ما أعظم أو ما أجمل استكشاف الإنسان كل مجهول يبقى احنا هناخد رقم جيم يبقى ستة خدنا رقم جيم ما نفحش أعظم بأن يجهل ما أكشف الإنسان ما أجهل استكشاف الإنسان إبقى إحنا ستة خدنا رقم جيم سبعة صفحة ربعمية 68 رثى معظم شعراء مصر الأديبة مي زيادة ما حكم صرف مي أو منعه من الصرف هل هي يجب منعها من الصرف لأنها علم مؤنس ولا يجوز منعها من الصرف لأنها علم مؤنس سلاسي ساكن الوسط ولا يمكن صرفها لأنها علم أعجمي ولا يجوز صرفها لأنها علم أعجمي يجوز منعها من الصرف لأنها علم سلاسي ساكن الوسط يجوز منعها من الصرف لأنها عالم سلاسي ساكن الوسط يبا احنا خدنا رقم ب رزق رجل بمولودة أنسة فأسماها ملك ما حكم صرف ملك أو منع من الصرف طبعا هنا كلمة ملك ده يجب منعها من الصرف لأنها عالم مؤنس يجوز منعها من الصرف لأنها عالم مؤنس سلاسي ساكن الوسط يجب صرفها لأنها علم أعجمي يجب صرفها لأنها علم أعجمي بحنا سنقول يجب من عامنا الصرف لأنها علم مؤنس تسعة لا تصاحب إلا ذا خلق طيب فلا ذي خلق طيب خائن حدد نوع ذا أو حالة من حيث الإعراب والبناء في موضعيها بالترتيب لا تصاحب إلا ذا تصاحب ذا طبعا ذا هنا اسم من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب لبنا سنقول من الأسماء الخمسة وطبعا معرب وفلا ذا خلق برضو ذا خلق من الأسماء الخمسة معربة يبا احنا خدنا رقم ألف عشرة إن في مدارسنا طلابا أصحاب جهد واضح يتعاونون مع أصحابهم ضع ملحقا من جمع المذكر السالم مناسبا مكان كلمة أصحاب في موضعيها إن في مدارسنا طلابا أصحاب جهد يبا هنا حنقول طلابا ألو جهد وممكن نقول زو بروين زو جهد يتعاونون مع أصحابهم مع زويهم زويهم يبنى هناخد هنا هنقول ألو أو زو وهنا هنقول مع أصحابهم ما ينفعش نقول مع أولئ مع هنقول مع زويهم أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع الزملاء وانتظرنا في القادم وانتظرنا في القادم